ترحب حار للجميع الذين انضموا إلينا اليوم لهذا البرنامج الأكاديمي من المركز الوطني استراتيجي للقارة الأفريقية اسمي لونكا بيونج كوال أنا العميل الأكاديمي في المركز الأفريقية لدراساتها الاستراتيجية وأحد الأساتذة المشرفين لهذا الدورة للدراسات وتطوير استراتيجية وتطبيق أفريقيا الآن دعوني قبل أن أقدم المتحدثين أن أقدم إليكم هدف البرنامج عامة بخطوطها العرضة كما قلت في الجلسة الأولى في البرنامج التطوير الوطني وتنميتها هذا الجولة الثانية من هذا المؤتمر الاستراتيجي التطويري التنمية مقسم إلى هذه الجلسات الثلاثة وهذه الجلسات الثلاثة تمحور وتمصمم حول الآلية التي هي المصدر الأساسي لكم الجلسة الأولى التي أنهيناها تركز على الطور الأول أو المرحلة الأولى والثاني حول التخطيط والمبادرة والتخطيط المبكر والتقييم والمراجعة والتحليل الثاني ستركز على مرحلتين الثالث والرابع من العملية الكتابة المسودة والمراجعة والاستشارة والجلسة الثالثة ستركز على المرحلة الخامسة والسادسة عن التبني والموافقة والتوزيع والاتصالات والتواصل لكن قبل أن نستمر بالجزء الثاني التي هي نحن في دورتها الثانية دعوني أشاطركم على بعض الأوجه والبعض النقاط الثانية من الدورة الثانية التي هي حاليا ما نطع له آخر جلسة كما قلت ركزت على المرحلة الأولى التي هي المبادرة والتخطيط والثاني التي هي المسودة الأولية والتقييم والمراجعة والتحليل ونحن استعملنا حالتين نموذجيين غامبيا والسنغال هذه بعض الاستنتاجات من التجربة واحد هي القيادة السياسية المبادرة الاستراتيجية والعملية كلها التنموية يجب أن تأتي من أعلى السلطات في البلد يأما الرئيس أو رئيس المزرع رئيس الحكومة حتى أنه في بعض الحالات البرلمان قد تكون هي المبادرة في الإبداع لكن الدعم والسند من الرئاسة هي شيء جوهري في العملية كلها للتطوير والتنمية الاستراتيجية المبادرة الأولية من قبل رئيس الدولة لا تضمن فقط الرغبة السياسية وإنما تضمن أيضا الامتلاك الوطني والالتزام الإبقاء على التواصل وإعلام القيادة السياسية بالتطور أيضا مهم لإضمان الالتزام والدعم للعملية كلها ثانيا الرؤية الوطنية والقيم الوطنية والمصالح الوطنية قبل البدء بكتابة المسعدة الأولية على الكتاب أن يقوموا بتوضيح الرؤية والقيم والمصالح الوطنية التي سترشد هذه العملية كلها وتصيغها هذه الوثائق عادة تجدها في الدستور الوطني والمخطط التنمية للبطنية والقوانين أو السياسات الاجتماعية الوطنية إذا افتقر البلد إلى هذه الوثائق فالستراتيجية التنموية العملية كلها قد توفر الفرصة للبلد على تنمية هذه الجوانب أيضا من خلال العملية خاصة الرؤية الوطنية إذا هذه الوثائق موجودة ربما قد تراجع أيضا متنقاح أثناء العملية التنموية الاستراتيجية في أفريقيا هناك وفرة كثيرة من هذه النوع من الوثائق ولكن كثير من مهام الرؤية هذه هي عادة تأتي من النخبة القيادية التي هي عادة قد تأتي منهم بدون انخراط الشعب وإنما من النخبة ثالثا التخطيط والمراجعة بناء على هذه الحالات الدراسية يجب أن تعلم بأنها لا تبدأ من لا شيء وإنما تبدأ مما موجود بالرغم من بداية هذه الدراسات الاستراتيجية هناك كميات حائلة من ثروات كثيرة من هذه المبادرات التي ستوفر الأسس لبرامج العملية التنموية الاستراتيجية وعملتها الأولية ومراجعة هذه القواطع مهمة الأمنية جدا قبل صياغة هذه المسودة هذه المراجعة ستشخص ما موجود والفجوات الموجودة السياسية والتشريعية والضوابط وتقسيم الأدوار والتنسيق والآليات وإجهزة الرقابة والتخطيط العام وأطراف المصالح ووضع القاعدة الأولية للعملية معظم الهيئات الأمنية تفتقر إلى أو تتصف بالتنافس الداخلي أو السياسات الاحتكاكية ما بينها وهذه عادة مسيئة للعملية عندما يأتي إلى موضوع التطوير وتنمية الاستراتيجية الوطنية خاصة عندما يأتي إلى تعامل الوكالات المختلفة مع بعضها في بعض البلدان مثلا في حالة السنغال والنيجير العملية الاستراتيجية التطويرية أعطيت إلى مركز فكري موثوق التي هي مربوطة بمركز الرئيس الدولة في حالات كثيرة المستشار أو وزير الأمن الوطني يعني أعطيت لها المسؤولية الإشراف على هذه العملية مع أن لكل دولة خصوصيتها في التصميم لكن كون لهم قاعدة الأولية مهم جدا لنجاح العملية إجمالا آخر نقطة حول الفجوات أحد هي المشكلة الفجوة المعرفية ما بين المواطنين والوكالات الأمنية من ناحية فهم واستيعاب المبدأ الأمني لتقليل هذه الفجوة ورفع مستوى الفهم إجراءه قبل البداية العملية يجب أن تجرى ورش عمل التوعية فهذا مهم جدا للعملية ومثمرة في آخر نقطة إجراء وضع طريق صياغة كتابية للمساعدة أن يكونوا شاملين ومتنوعين يجب أن يكون ضمن هذه الأطراف متعددة من ضمنهم النساء والشباب والوكالات المختلفة ذات السلطة هذا مهم جدا لنجاح العملية عند تطويرها بالإضافة إلى هذا الفريق الأول للكتابة يجب أن يكون لهذا الفريق يعني وضوح كامل للعملية ومدى الحدف بالإضافة إلى التخطيط العملي لفيما بعد خاصة عندما يأتي إلى القدرات المتوقعة والأدوار الضرورية والخط الزمني أيضا المتوقع وأيضا التواصل الاجتماعي والتعليم العام هذا الوكال يمكنها أيضا أن تقوم بتقسيم أنفسها إلى فرق عمل متعددة وهذا لحد ما يعني مشابه إلى الجزء الأول الآن لننتقل إلى ماذا نريد أن ننجزها من الجولة الثانية للجلسة الثانية أولا هذه الأجزاء الجزء الثاني هذه هي الأهداف لهذا العملية كي نناقش الإجراءات العملية ومراحل وضع كتابة المسودة من ناحية المبادئ الأولية للمسودة والمراجعة ووجهات النظر المختلفة وأيضا إيجاد الحلول الوسطية ما بين كل الأطراف ثاني هدف تفحص الجانب القدرة على الاستشارة والإجماع ومجالات لضمان الشمولية الكاملة لكل المشتركين في العملية خاصة مثل ما قلت المرأة في المجتمع والمجتمع المدني ثالثا مشاطرة بعض التحديات وكيفية التغلب على هذه التحديات وأخيرا مشاطرة الدروس المهمة التي تعلمناها أثناء فترة المراجعة والاستشارة هذا الجلسة كما قلت ستكون حوالي 40 دقيقة إلى 45 دقيقة ثم نتليها لجزء من الأسئلة لحوال 25 دقيقة نأمل بأنه بنهاية هذا البرنامج والجولات المختلفة أنها ستوفر لكم المفاهيم الضرورية وإطار العمل والآليات والمهارات للتطوير وتطبيق برنامج الاستراتيجي التطويري لبلدانكم الآن دعوني أقدم لكم المتحدثين يسرني أن أرحب بثلاثة خبراء وممارسين في برنامج التطوير والتنمية الاستراتيجية الأمنية وهم سيكونوا قادرين على تعميق المناقشة حول العملية العملية للعملية لديكم من سيراتهم المهنية سأشرح شيء عن مهاراتهم وتأهيلاتهم دعوني أبدأ أولاً ببيتر بيار أجاك هو زميل زائر في مركز أفريقيا لدراسات الاستراتيجية كان مستشار أعلى ومشرف مدير في جنوب السودان لمركز التنمية عمل في المركز البنك الوطني في جنوب سودان الجنوبية وعمل كمستشار في مكتب وزير الأمن الوطني الملحق برئيس الدولة في سودان الجنوبية وتلقى ماجستير في الإدارة العامة الاجتماعية وحصل على الدكتورات في السياسة والدراسات الدولية من جامعة كيمبريج في بريطانيا وأعطي له لقب وهي نبي واحد من اثنين من أهم القادر عالمياً في 2021 في منتدى الاقتصاد العالمي شكراً يا بيتر لانضمامك إلينا اليوم من تحدث الثاني العقيد علي محمد إيسا هو المدير السياسة والبرنامج الوطني في المركز الوطني للستراتيجية ودراسات الاستراتيجية في نيجير المختصة بتعبير كينيس هو مهنياً هو ضابط مهني في القوات المسلحة النيجيرية تسنم كذا منصب عالي في هيئة الأركان العسكرية في نيجير وأيضاً مزارة الطاقة والتنقيب ومزارة الدفاع لديه ماجستير في القانون الإداري والأمن العسكري من جامعة باريس في فرنسا وهو في برنامج العلم السياسية في إباة الجيو في نيامي في نيجير والنقاش التي قدمتها في العمارة الماضية وأعطيكم فكرة عن خلفيتها فالشيبو هي مستقلة استشارية في الأمن الاستراتيجي هي التي راجعت الآليات الأدوات التي هي المرجع الرئيسي التي لديكم بحوزتكم هي بصراحة خبيرة لقسم القاطع الفريق الاستشاري العالمي الاستراتيجي الأمني أيضاً عملت في مركز جينيفا للحكم الأمني التي اسمها الاختصاري دي كاف هي مركز قيادي عالمي في موضوع الحكم والإدارة الأمنية والذيها شهادة في الأكاديمية الجينيفا المآحد الأكاديمي للعلوم السياسية من جينيف من برلين أيضاً دعوني أبدأ النقاش أولاً مع بيتر بيار وأأمل كل واحد من هذه الأسئلة للمتحدثين هي لكم جميعاً طبعاً كي تجعبوا عليها في غضون خمس إلى ست دقائق بيتر بيار أعرف أن سودان الجنوبية هي بصراحة بدت فيها تحديات كثيرة بالتأكيد ومن ناحية انخراطكم في عملية تطوير السراتيجية الوطنية في سودان الجنوبية هل بإمكانك؟ لتقديمك الكريم لهذه الحصة الصباحية هي مناقشة مهمة جداً أود أن أعبر أيضاً عن شكري لمركز إفريقيا لدراسات الاستراتيجية ولكل المشاركين في هذا المركز شكراً لهذه المناقشة القيمة عندما بدأنا هذا المسار كنا كبلد جديد وكنا يعني تجاربنا كانت جديدة وكانت طبعاً محددة حسب كل تحديات في مجال الأمن من أجلي فطبعاً كنا نريد أن نحافظ على النظام فهدفنا كان أن نبدأ على الخطة الصحيحة فأول شيء حصل عندما الرئيس دخل إلى مكتبه أو تولى منصبه هو أن يجمع كل أعضاء البرلمان وفي هذا البرلمان كانت هناك لجنة مخصصة لهذه الاستراتيجية الأمن القومي فأرسل رسالة إلى الرئيس وطلب منه أن يخطط ما سار بالنسبة لهندسة استراتيجية الأمن القومي خاصة بالنسبة لمسألة السياغة وستراتيجية التي يجب أن يركز عليها فعندما حصل الوزير على الرسالة وداخل مكتب الرزيل بدأنا بأخذ نقاط وتحديد المفاهيم وبدء مسار السياغة وطبعاً حاولنا تحديد طبعاً كل الأفراد حسب داخل الولايات الذين كانوا سيقوم بإدارة هذا المسار فالوزير شكل ثلاثين فرد وهم كلهم طبعاً محنكين وخبراء في الميدان وبالنسبة لطبعاً مسأل الإطار المرجعي جمعنا كل أعضاء الأعضاء وطبعاً كل التعليقات كانت معبر عنها وبالنسبة للإطار المرجعي خرجوا به طبعاً ببعض المسائل المهمة فهنا نقول بأنه بطريقة رسمية اليوم لدينا طبعاً فريق مهتم وتطوير استراتيجيات الأمن القومي فكان لدينا 13 فرد بعضهم كانوا في مكتب الرئيس وبعض منهم كانوا يشتغلون على إطار الوزارات فطبعاً كان يجب تعيين تعيين كل هذه الأفراد الذين كانوا يجب أن يعملوا بطريقة مباشرة في الصياغة فلدينا 10 ولايات في جنوب السودان فالوالي أرسل طبعاً رسالة وقام بمسألة التعييم إلى وكان هناك وزارة القانون تنفيذ القانون وأرسلت كل رسائل إلى الوالي وطبعاً تمت مسألية التقسيم وكان هناك نقطة المركزية في هذا المسر فعندما بدأنا مسار الصياغة أول شيء قمنا به هو أن نجمع كل الوثائق الداخلية التي كانت متفيرة داخل البلد فكانت مسألة التقديم بدأنا أن نبدأ درسنا الدستور في أول المطاف وبعد ذلك كانت لدينا خطة داخلية بالنسبة لإستراتيجية الأمن القومي استشارنا بخصوص هذه الوثيقة الدستور فكانت لدينا نظرة نظرة لـ 2020 ممتدة إلى 2020 بالنسبة لي خاصة وهي نظرنا إلى 30 سنة بعد الاستقلال نظرنا إلى كل الوثائق الدستور واجتماعنا وطبعاً نظرنا وركزنا على بعض الوثائق ليوغاندا وإثيوبيا والتي طبعاً نظرنا إلى استراتيجية هذه الدول بالنسبة لي شؤون الخارجية بالنسبة لي طبعاً استراتيجيات فحاولنا أن نناقش وأن تكون هناك مفاوضات وصلنا إلى طبعاً صياغة صياغة مجموعة الأدوات ومثلاً من صفحة 24 إلى 31 هناك هيكل مشروح لإستراتيجية الأمن القومي وخلال هذا المسار حول أن نقوم ببعض التوضيحات فكانت الأمور عريضة وفقمنا بصياغة استراتيجية الأمن القومي وكان يجب أن نقوم بمسئلة أخذ قرار في هذه القرار الذي وصلنا إنيه وأنه كان يجب أن نبدأ بصياغة استراتيجية الأمن القومي بسياسة أو استراتيجية الأمن القومي بعد هذه الخطوات دعونا كل الأعضاء من طبعا الحكومة ومن مكتب الوزير الأول من أجل أن نجمع وأن نقوم بتقديم هذه المسودة فبعد ذلك انطلقنا في برامج الاستشارات واليوم نحن سوف ننتقل إلى أي ولاية فنقوم باستشارات على مستوى كل ولاية خلال ثلاثة أيام نجتمع في اليوم الأول نقوم نعطي المهمات إلى الانضام التنفيذي طبعا كل البريقراطيات مكتب الوزير الأول وغير ذلك في اليوم الثاني كان مخصص إلى البرلمان وإلى طبعا القضائية إلى سلطة القضائية وكان طبعا كل الأعضاء القضائيين متواجدين وفي اليوم الثالث الذي كان يوم الاستشارات كان دامج الاستشارات مع الشباب مع النساء مع طبعاً المجتمع ومع كل السلطات التقليدية فكلهم طبعاً كانوا متواجدين في هذا المسار وخلال الاستشارات هذه قمنا بيعني نوع من الانتقال أو مرحلة انتقالية ونظرنا إلى الدستور فالدستور نظر إليه النخبة ودرسناه فكانت أيضاً مرحلة المراجعة التي كانت مرحلة مهمة وجوهرية فكثير من الآراء جمعت واستمعنا إلى وأتممنا مسألة الاستشارة دمجنا كل الوزارات في هذا المسار وفي مسألة الأمن القومي طبعاً السلطات القضائية ودمجنا كل البرلمان وأعضاء البرلمان وغير ذلك فكان لأول مرة طبعاً كانت فيها مناقشات أو استشارات مكثفة وكان يجب أن نوصل إلى توافق آراء فكثير درسنا أيضاً كثير من التهديدات الجوهرية المتواجدة ونظرنا إليها بعمق شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً السيد بيتر لهذا التدخل وفقط لتتبع هذه الفكرة التي درستها فطبعاً عندما تكلمت عن توافق الآراء لأن الأشخاص في حقيقة الأمر هم آراء مختلفة هل يمكن أن تشاركنا رأيك بالنسبة للمستوى الذي كان توصلتم إليه في مسألة الاستشارات؟ قلت أنها خاصة عندما تكلمت عن دمج النساء والفئة الشبابية والمجتمع المدني إنها مسائل جوهرية فطبعاً هل يمكنك أن تركز على المسار الذي دمجت فيه النساء والفئة الشبابية والمجتمع المدني؟ شكراً لك هذا كان شيء قمنا به بطريقة متعمدة لأنه بالنسبة للإطار المرجعي كان هذا ضروري جداً كنا نود أن نستشير أكثر عدد ممكن من الفئات فكنا نود أن يكون إقرار بالنسبة لهذه الوثائق وأن يشارك أكثر مجموعة من الفئات في هذا المسار فبنسبة استراتيجية للإستشارات كان التركيز تم على المناقشات والإستشارات فنظرنا إلى دمج النساء وطبعاً الفئات التقليدية والسلطات التقديلية والشباب فدمجناهم في كل نقاط أو مراحل فنظرنا مع الكل مع الفئات الشاملة إلى مجموعات الشباب فوصلنا إلى خلاصة أنه لم تكن هناك دائماً جمعيات تقليدية للشباب ولكن عندما نظرنا إلى بعض طبعاً الفئات القبلية فكانت غير رسمية وكانت غير وخاصة الجمعيات النساء فكانت فقط متواجدة بطريقة غير رسمية ولم يكن لها تمثيل بمعنى الكلمة فكنا نود أن ندمج أكثر عدد من الفئات فهذه كانت مرحلة متعمدة كانت كثير من التحمس في أول المطاف وكانت تهديدات تواجهها السودان في آنذاك فخاصة بعد الاستقلال فهذه التهديدات والتحديات كانت يجب أن نظر إليها فكثير من الناس كانوا منشغلين بهذا المصار وكانوا يودون المشاركة في مرحلة السياغة سياغة الاستراتيجية الأمن القومي فكانوا يودون تعريف مثلاً أهداف الاستراتيجية وأن يتأكدوا من أن كل آراء الشعب ممثلة في هذه الفئات فكان وصلتنا كثير من مثلاً من إتحاد الإفريقي استشارات وأراء فبالنسبة لتعريف طبعاً مسألة أو مصطلح الأمن بحد ذاته ومثلاً مصطلحات مثل الإزدهار الاقتصادي والإزدهار بصفة عامة فعندما وصلتنا هذه التعريفات فكان هذا الشيء مهم جداً بالنسبة لكل هذه الفئات فحاولنا أن نعمم هذا المسار على كل طبعاً الفئات أو الولايات شكراً جزيلاً وصلتنا آراء كثيرة في هذا المجال شكراً شكراً بيتر سوف أرجع إليك لكي أوضح فكرة التوافق الآراء والوصول إلى تسوية لكي نتأكد من أن كل كان مدمش في الآراء وأن نفهم هذه الخطوات فهمت أن الاستشارة كانت يجب أن تعمى الجميع كثير من الفئات الآن سوف أصل إلى السؤال الأخير الأخير الذي سوف يغضي كل التحديات التي واجهتموها في صياغة استراتيجية الأمن القومي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الوسط الهج المتواجد في أستودان كيف تمت مواجهة كل هذه التحديات وهل استراتيجية الأمن القومي كانت مهمة وكان يجب أن أخذها بعين الاعتبار سوف أبدأ بالقول أننا واجهنا كثير من التحديات لكن كانت بعض التحديات التي تخطيناها وكانت بعض التحديات أكبر مما كنا نتصور فطبعاً المسار كان يستحق الأمر كما ذكرت عندما حصلنا على استقلال كانت هناك مرحلة انتقالية وكان يجب أن نقطعها فكان دمجت كثير من شعب من جنوب السودان كنا نود أن ندمج الشعب وأن نتأكد من أن هناك مساهمات ومشاركات من أجل فهم معمق لمفهوم لقطع الأمن في مسألة السياها كانت هناك كثير من المجتمعات التي شاركت في هذا المسار على سبيل المثال في كثير من الولايات في جنوب السودان كانت هناك توثرات وكانت هناك بعض المناطق التي كانت فيها الجيش يعيش ويقطن في كثير من المناطق وكان هذا يخلق كثير من المشاكل بخصوص الممارسات والمعاملات ولكن هذا أيضا كان فرصة بالتوازي يمكنني أن أقول أن هذا كان بنسبة لنا فرصة للشعب لكي يشيروا إلى كل المشاكل المتواجدة في قطاع الأمن في قطاع الأمر الأمن فبصفة عامة يمكنني أن نقول أن هذا كان في حد ذاته فرصة وكانت هناك تهديدات ولكن هذه التهديدات أعطت مجال لفرص فرص في مرحلة السياغة كان يجب أن نواجه بعض التحديات مع الأحزاب السياسية فالرئيس مثلا كانت عنده بعض المشاكل مع الوزير الأول وكان هناك تضارب حول السياسات المستقبلية وعندما صرنا في المستار كانت بدرنا ننظر إلى أهمية النظر إلى قطاع الأمن فهذا كان مسار متراكب أو معقد وهذا هو السبب الرئيسي الذي كان سبب لعدم تبني استراتيجية آنذاك وطبعا كان هناك من المهم أن نبني استراتيجية وأن ننظر إلى كل القطاعات وأن نتبنى كثير من الخطوات في آخر المطاف بدأنا نرى أن هناك بعض النقاط الضعف وكان لازم من قطاع الأمن أن يبدأ بتعريف طبعا بعض المعطيات فكانت هناك تهديدات كما قلت ولكن هذه التهديدات خلقت مجال لفرص كثيرة فنحن كشعب قاتل في جنوب السودان كنا نرى ونعرف ونعيش كل هذه التهديات داخل المجتمع وصلنا إلى خلاصة أنه كان ضروري من صياغة استراتيجية أمن قومي فبخصوص هذه السياسة كان يجب أن نغطي بعض الأسس وبعض من أجل أن نصل إلى تصول استراتيجية الأمن قومي هذه شكرا السيد بيتر شكرا لك لهذا التدخل سأعيد السؤال هل مرة أخرى وأقول هل استراتيجية الأمن قومي كان تستحق الأمر هل بداية سياغة استراتيجية الأمن قومي هل هذا كان أمر يستحق الأمر طبعا هذا الأمر كان المسار يستحق الأمر نحن كبلد جديد أو أمة جديدة كنا نواجه كثير من التوتذات داخل جنوب السودان حيث كان الشعب يناضل وكان من المهم أن نعرف بعض التهديدات الأساسية وأن نصل إلى تسوية وتوافق أراء في هذا المجال كان يجب أن نحسن العلاقات مع الجيش وعلى طبعا أن نقيم أيضا كل التهديدات المتواجدة وداخل الجيش طبعا هذا مهم جدا لأن الجيش كان له طبعا مهمات فكان يجب أن نصل إلى توافق أراء ومن المهم أن نركز كان يجب أن نركز انتباهنا على استراتيجية الأمن القومي والأمر كان يستحق الأمر طبعا علاوة على ذلك كل هذه العناصر كانت مهمة جدا بالنسبة لأمة جديدة التوصل إلى تسوية وتوافق أراء في الاستشارات مسار الاستشارات وبناء توافق أراء كان دمج خمس ألاف شخص الذين ساعدونا من أجل التوصل إلى فهم الأسس والأسس لهذا المسار فهم وضبط بعض المسائل في الدستور فعندما استشرنا مع الشخص حاولنا أن نرى ما هو رأي الشعب بنسبة للقيم القيم الأساسية حاولنا أن نجمع أراءهم بنسبة للتهديدات المتواجدة كل هذه الأشياء كان يجب أن يشارك فيها الشعب ويأخذ فيها الشعب قراره كان مسار يستحق الأمر لأنه منحنا فرصة إلى أن ننظر إلى هذا البرنامج فكنا نريد أن نوحد وأن نوطد كل هذه الأراء هذا يعني أنه كان يجب أن نتوصل إلى طبعا توافق أراء هذا نفس الشيء بالنسبة لبعض البلدان البلدان الذين مروا من نفس المراحل التي كان فيها ضروري أن ينظر إلى القيم الموحدة والمشتركة أن يتم ضبط المسار في آخر المطار وكما ذكرت من قبل هذا كان مسار يستحق الأمر وحتى لو أن المجال السياسي معقد ومتراكب فكانت الفكرة تستحق الأمر شكرا جزيلا سيد بيتر لهذا التدخل الوجيه طبعا هذا الجواب مهم جدا خاصة في اعتبارنا لإستراتيجية الأمن القومي حتى في بعض الأوساط الهشة في جنوب السودان فهذا هشاشة طبعا الوسط قد يكون سبب أساسي لإعتبار استراتيجية الأمن القومي ومجال بالنسبة وفرصة لكثير من الشعب لمناقشات ومشاورات جوهرية أنا أرى أن هناك الكثير قوله بالنسبة لسياق جنوب السودان الخاص باستراتيجية الأمن القومي الآن سوف أنتقل إلى السيد العقيد عيسى أنا أعرف أنك كنت طبعا مهتم بنجار وكنت طبعا مدمش في استراتيجية الأمن القومي وطبعا ما هو تطور استراتيجية الأمن القومي بالنسبة لكما قلت للسياغة بالنسبة لردود الفعل زال التطرق لكثير من القضايا وكيف وصلتم إلى تسوية في هذا المسار السيد العقيد مرحبا بك وشكرا للتدخل شكرا جزيلا السيد لوكا على كل هذه الفرص التي أعطيتم منحتموها خاصة بالنسبة لتحدث عن استراتيجية القومي أنا من نيجير والنيجير أود أن أقول لكم أنه بلد من طبعا في أفريقيا في 207 مليون كيلومتر مربع ويحتوي على كثير من الثروات اليوم نجد أنفسما في طبعا في مركز كثير من التداربات وخاصة عندما نتحدث عن الإرهاب وغير ذلك التي تعبر حدودنا كثيرا فنيجيريا مرت بمرحلتين عصيبتين أثناء فترة الاستقلال من 2010 حيث نيجيريا كان لديها حكومات مدنية وعسكرية متعاقبة المرحلة الثانية من 2011 إلى اليوم أين استقرار سياسي؟ ولذلك نحن ميالون نحو الديمقراطية في المرحلة الحالية والرئيس إبراهيم يسعى الحكيم الصالح تحت حكمه لرجوع إلى سؤالك سيد لوكا مع وجود وظهور الأمن في منطقة الساحل وتأثير السلطات النجيرية حسوا بأنه ستكون من المفيد لمراجعة المحور الأمني الوطني وأن يكون أسلوبهم شامل لذلك قاموا بصياغة وكتابة الوثائق الأمنية وضمن هذا الوثيقة بإمكاننا أن نرى التركيز على الأمن وضمنها هناك أعمال تطبيقية كتبت لإعادة تقوية الأمن للبلد وتم توصية تطوير استراتيجية وطنية على ضوئها ولهذا على المستوى الوطني تطورنا المراجعة المفاهيمية لهذا النقطة وأن يكون لنا أساس لهذه السياسات المقترحة أجرينا ندوة ومنتدى التي ترح فيها وجهة نظر كثيرة في النجير وبدأنا بالعملية فالقيادة كانت مسؤولية القدس وكنت أترأس هذا البرنامج لتطوير هذا الاستراتيجية المرجوة ومولنا ووضعنا إلى جنب نسبة من المال لتمويل هذا العملية هناك حاليا برنامج ريادي أولي ولدينا لجنة تقنية تشمل المدنيين والعسكريين الناس الذين يمثلون الوزارات أيضا كل هذه الجهات وأيضا لجنة تقنية فنية ولدينا مجموعة من الخبراء الوطني الذين هم مسؤولين نحو السياغة هذا الوثيقة أيضا لذلك من ناحية السياسة الوطنية كان علينا أن نقوم بإجراء مراجعة تصفيرية لهذا العمل فكان لدينا مرحلتين لإنشاء هذا الوثيقة فنظرنا إلى الوثيقة الحالية الموجودة الدستور كل الضوابط واللوائح الموجودة القانونية وهذا ساعدتنا على إجماع كل هذه الوثائق المتعلقة التي كانت بالإمكان أن تساعدنا كي نطور مخطط في الأقاليم الثمانية في النجير وجمعنا معلومات من كافة الأقاليم الثمانية وهذه كانت تشمل السلطات الإدارية وكان لدينا مجموعة تركيز على شرائح من المرأة والشباب في المجتمع والمجتمع المدني والإعلام وبكل هذه الأعمال والجهود الاستشارية مع المجموعات قمنا بسياغة وثيقة تقنية وهذه هي وثيقة أولية أساسية ساعدتنا على الدخول إلى المضمار الأول من الكتابة المسودة لأن هناك السياسة والستراتيجية لكن هناك أيضاً الفحوة التي حاولنا أن ننظر إليها الفحوة الوطنية والفحوة الإقليمية وحتى الدولي والمنطقة بأجمعه ولهذا الدراسة الأساسية هذه ساعدتنا على أن نحضر المسودة هناك أربع أجزاء ومكونات لهذا الجزء واحد منها كان حول الاستراتيجيات والسياسات للأمن الوطني وبعدها كان في الفحوة بإطار العمل للاستراتيجية الأمنية وثم كان في جانب التطبيقي أيضاً فكان في أربع مكونات للوثيقة لكن لم لحد الآن لم نفعل المسودة الأولية ما نسعى وراءه هي أن الصيغة مخططة لكل جزء من هذه المجزاء الأولى مثلاً عند الأربع الأولية السياسة والاستراتيجيات وأسوسها ستكون هذا ستأخذ في نظر الاعتبار كل المفاهيم والتعريفات القيام الرؤية والأهداف وعندما طورنا هذا من جانب ستتحول إلى مرحلة كي تأخذ في نظر الاعتبار ستذهب إلى مجموعات العمل التقنية الفنية للرؤية فيها للنظر فيها وستراجع من قبل هذه اللجان التقنية وهم سيراجعونها وسيوثقونها ثم ستحول إلى المرحلة الثانية من المراجعة والتنقيح للمسودة التي هي تطوير الفحوة بمعناها الفحوة الوطني أي شيء ستؤثر على القاطع الأمني من تهديدة تأتي من داخل أو الخارج أي أن كان على مستوى هذا اللجنة الثانية التقنية بإمكاننا أن نراجع الوثيقة كل هذه العمل والجهد ستؤدي بنا إلى إلى وثيقة أولية وهذا العملية ستجرى في ورش عمل كل هذه المسودات والمقترحات بعد أن توحد في هذه المسودة الأولية عندنا إذن ستنظر إليها من أجل التوثيق الوطني أي الإجماع عليها هذا الوثيقة ستصبح الوثيقة المشروعية للعملية التي فيما بعد ستجرى تبني هذه السياسات فيما بعد شكرا جزيلا عقيد عيسى دعني أتابع ما قلته حول العملية في النجير التي هي عملية جارية وأنكم بالتأكيد بدأتم منذ وقت منذ فترة هل ممكنك أن تعطينا أمثلة حول كيف تمكنتم من أن تشملوا وأن تضمنوا في العملية البعض من أطراف المصالح الذين هم عادة جزء من شبكة الإجراء الأمني ضمن برامجكم بالذات مثلا المرأة والشباب والمجتمع المدني كيف تمكنتم من أن تشملوا هذه القواطع في المجتمع في العملية أولا منذ البداية عندما بدأنا بالبرامج كان لنا منتدى شملنا فيها كل مستوى المجتمع المدنيين العسكرين المرأة الشباب الإعلام وأثناء هذا المنتدى كان لدينا أول أساليبنا التي ساعدتنا على مشاطرة المعلومات وتبادلها فيما بيننا كل جزء تمكن من كل قسم تمكن من أن يقترح وجهة نظره وكيف هم بكفئات ينظرون إلى الأمن في البلد وكان لدينا من هذه الجهات الاستشارية يعني الجيش المدنيين المرأة والشباب كلهم كان دائما لدينا نمط نتبعها يعني مجموعات التركيز والمتابعة مع كل هذه المجموعات مثل المرأة والشباب دائما تأكدنا بأنه سيكون لهم الوقت كي يشملوا دائما وكل مرحلة من العملية كل مرحلة كان يجب أن تمر بمرحلة مراجعة وتأكيد وتوثيق وعلى هذا تمكننا من أن نصل إلى إجماع مع المرأة والنساء والشباب والمجتمع المدني فمع كل من فئات المجتمع كان أجرينا هذه النوع من التبادلات على هذا الشكل وعلى سبيل المثال كان لدينا مجموعة من ورشة العمل التي أجريناها التي حللنا فيها نتائج كل ما عملناه ووثقنا هذه الوثائق كاملة فلذلك عبر العملية كلها كان العمل تتطلب المراجعة والتوثيق وهذا ما عملناه منذ البداية منذ بداية العملية كاملة شكرا سيادة العقيد عيسى للمشاركين إذا لديكم أسئلة أثناء العملية والنقاش هذا أن تكتبوا في قسم المدونة وفيما بعد أثناء قسم إجراء الأسئلة سيكون بالإمكان أن ترفعوا يدكم بشكل مباشر شفاهي برفعكم ليدكم في زر إقونة الرفع اليد عقيد عيسى آخر سؤال أكيد إنه جاهدكم الكثير من التحديات لحد الآن أثناء العملية عملية كتاب المسهودة الوثيقة الأمنية الوطنية هل يمكن أن تحكي لنا البعض من التحديات الجوهرية وكيف تمكنتم من التغلب على هذه التحديات باختصار إذا كان من الممكن سيري العقبات التي واجهت العملية طبعاً كان في عقبات لأننا نحن بنين استراتيجتنا وفق الميزانية المقترحة كي نعمل عليها فكان علينا أن نحترم الميزانية المعطى إلينا فكان علينا أن نجد كما تعلم يعني تمويل لهذا العملية فمن ناحية العمل الفعل التطبيقي كان في صعوبة مثلاً الإجماع ما بين القوات المسلحة وبقية الفئات الأخرى في المجتمع الذين رأوا حكومات مختلفة ما بين مدنيين وعسكريين محتكرين أو مشاطرين في الحكم وكان في صعوبات كثيرة عادة ما بين هذه الفئات العسكري والمدني كان صعوبة في الإجماع لكن أثناء الدراسة لدينا دراسات موازية جارية حاولنا أن نفهم كيف الناس ينظرون إلى بعضهم البعض كيف الجيش ينظر إلى المدنيين والمدنيين ينظرون إلى الجيش وهذا سمحت لنا كي نرى كيفية التقدم إلى الأمام كيفية تجميع الناس وهذا بصراحة في هذا المرحلة بالإمكان أن نجد الصعوبات بسهولة في هذا النوع من الأوضاع وعندما تقوم بصنع استراتيجية عامة فعليك أيضاً أن تأخذ في نظر الاعتبار الشركاء الذين يساعدون وأردنا أن نرى كيف بإمكاننا أن نأخذ في نظر الاعتبار دعم الشركاء ومع البقاء على السيادة الوطنية لأنه لا تنسى لدينا يعني عوامل دولية وإقليمية عاملة في العملية كلها ولدينا استراتيجيات لهذين المستويين طبعاً لكن الفكرة فيها كيف نأتي باستراتيجينا أنفسنا كي تكون لها دور في هذا الإطار العملي لهذا أولاً استغلينا فرصة من أجل كما تعلم من ناحية رئيس الجمهورية حاولنا أن نجمع وبلورت كل العوامل المشتركة التي سامحت لنا على أن نرى وأن نفهم كل المواقف للناس استشرنا مجموعات كثيرة من فئات مختلفة كي نحصل على إجماع على كل مستوى وهذا سمح لنا على أن نتغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهتنا من ناحية فكرة أن أضع نفسي في موقف الشخص المقابل هذا ساعدتنا كثيراً على أن نفهم المقابل وقمنا أيضاً بإجراء بعض الدراسات حول موضوع الثقة أو افتقار الثقة ما بين الفئات ويمكن أن نقول لك دكتور لوكا إنه من ناحية تمكننا من التغلب على هذه النوع من التحديات هذه الأساليب التي اتبعناها وشكراً شكراً أعقيد عيسى لهذا الإسهاب في الشرح فهذه أمثلة جيدة وربما علينا أن نبقي عليها في ذاكرتنا دكتور فيرلي أعتقد على هذين الحالتين واعتماداً على بعض الحالات الدراسية التي راجعناها في النظر في موضوع كيفية تطوير آليات الاستراتيجية الوطنية هل بإمكانك أن تشاطر المشتركين الأناصر الأولية في المرحلة الثالثة التي هي كتابة بداية المسودة والحالة الرابعة التي هي الاستشارة والمراجعة ما هي العوامل الرئيسية لهذه المرحلتين؟ دكتور فيرلي تفضلي دكتور لوكا أأمل أن تسمعني جيد شكراً للمتحدثين لأرضهم لهذه الحالات الدراسية كلها أمثلة ثرية للاستشارة وكيف يمكنها أن لها دور مهم من ناحية الآليات فالآلية تشرح وضع الحالات الثالثة والرابعة وبصراحة دورها هناك عنصرين هي من ناحية ما يدخل إلى داخل الوظيف الوثيقة فما هي مضامين الوثيقة وكيف تخلق أو تكون أي كي الوثيقة تتحول من فكرة من مفهوم أول إلى وثيق ابتدائية فهذه جزء من العملية التي نحن نركز عليها وهنا أعتقد هذه نقطة مهمة للتحدث عن استراتيجية وطنية سياسة النقاشات الاستراتيجية الوطنية أثناء الجلسات تحدثنا عن السياسات التي هي ما نرغب فيه وما سنفعله والستراتيجية حول كيف ما ستقوم به مثلاً وما رأيناه من الحالتين المعروضتين إنه مع أن هذين السؤالين يعني متميزتين من ناحية خصوصية الفكرة والوثيقة أصلاً كثيراً ما يدمج إلى داخل العملية الأحادية المشتركة لهم حتى إلى داخل نفس الوثيقة لهذا نحن نقوم بالتمييز ما بين السياسة الاستراتيجية الوطنية والسياسة الأمن الوطني لكن عملية تطوير الجانب الاستراتيجي تغطي الكليهما لأنه من الضروري لأنه عليك أن تفهم في كل الحالتين ما تريده وكيف ستفعله وهنا الكتابة المسودة تبدأ من هذا المرحلة فصمعنا عن كيف في أن في المرحلة الثالثة التي نسميها بالكتابة المسودة الأولية تبدأ مع التعريف الأمن والتي تعتمد على الأسس الأولية التي ما اسمناها من سودان الجنوبية والنيجير بدأت مع إطار عمل القيم وسمعنا كلا الحالتين التي هي الأسس والقيم هي أساسها وأيضا كيفية إجراء رؤية إجماعية تشمل كل الفئات التي هي فقط لا تركز على الدفاع والأمنية والحدود الوطني وإنما النظر إلى جانب الأمن البشري والتعداد السكاني بمعنى أوسع بطريقة أشمل فهذه جزء من البثيقة فهي مشمولة من كافة نواحي الأمن بمعنىها الأوسع ثم تأتي إلى جانب عندما يكون في ما هي تهديدات الموجودة وما هي الفرص للتقدم إلى الأمام وهذا التحليل التي سمعنا عنها في حالة النجير مهم أيضا في تطوير الرؤية عن كيفية يجب إجراء وتوفير الأمن الوطني وهذا هي جانب السياسي سياسة الدولة وما يحتاج إليه لتحول إلى الوصول إلى جانب استراتيجي هي السرط قائمة كاملة بالأولويات الضرورية لأن كلمة الأمن تعبير واسع خاصة في ظروف حشة واحدة هناك خطورة كبيرة من ناحية الوصول إلى استراتيجية فيها نقاط جيدة ومرغوبة لكن غير واقعية من ناحية التطبيق لأنها تتجاوز القدرات والإمكانيات الفعلية من أجل إنجازها لذلك اختيار الأوليات الاهداف الأولية مع أولي ومع ثانوي مهم جدا كالتمرين للاقتناع لأن هذا ما يجعل الوثيقة حول القيم والمبادئ إلى آلية عملية فعلية يمكن تطبيقها التي ستنزل عبر المستويات المختلفة من القرار إلى التطبيق والتي ستؤثر على القواطع الأمنية في توفير الأمن فوضع الأولويات كان من أهم التمرينات التي يجب أن تحصل في هذا المرحلة وهذا هي جزء من جانب المهم لأساس الصياغة الوطنية استراتيجية الأمنية وبعد ذلك هناك أهم مرحلة في طبعا الأسياغة وهي تقسيم الموارد طبعا في تحديدنا لستراتيجية الأمن القومي يجب أن نعرف من سوف يقوم بماذا خاصة عندما ننظر إلى كل القطاعات وما يجب فعله في هذا المسار فمن سوف يكون مسؤول عن ماذا؟ هذا أهم شيء تقسيم الموارد وبعد ذلك يجب هذا يقودنا إلى فكرة التنسيق التنسيق والتعاون وهما مرحلتين جوهريتين في هذه الخطوة فهذا مهم جدا فخلال هذا التقييم يمكننا أن ننظر إلى بعض العوامل التطبيقية للوثيقة فيجب أن ننظر إلى كل الموارد المتواجدة وأن نقوم بإعطاء التوجيهات وهذه هي العناصر التي يجب طبعا أن نأخذها بعن الاعتبار في مسألة سياغة استراتيجية الأمن القومي هناك أيضا مسألة تحديد مثلا الموارد كما قلتها إذا أخذ بعين الاقتبار قدرات القطاع الأمني فالسؤال الذي نسأله هو هل القطاع الأمن القومي اليوم قادر له قدرات وهل سوف يكون على مستوى كل الخطوات التي نقوم بها وما هي الميكانزمات التي يجب أن نقوم بها من أجل أن تكون هناك إدارة ناجعة وسيطرة تامة على الأمور فهذا ما نقوم به في مرحلة السياغة ومن أساسها في استمعت إلى دراسة حالات بخصوص نيجير وجنوب السودان فاستمعت أيضا إلى عناصر المتعلقة بالاستشارات الاستشارات هي مرحلة مهمة في هذا المسار شكرا جزيلا الدكتور لوكا شكرا جزيلا الدكتورة فيرلي شابفي لهذا التدخل استمعنا إلى بعض التحديات المتواجدة في هذه المرحلة الثالثة مرحلة السياغة ومرحلة المشاورات والمراجعة على أساس هذه الحالتين نيجير وجنوب السودان وعلى أساس المراجعات التي قمتم بها سيدتي كيف يمكننا أن نتأكد طبعا من أن هناك دم شامل للمواطنين وكيف نتوصل إلى تسوية وإلى توافق آراء كيف يمكننا أن نتخطى التحديات المتواجدة أمامنا شكرا هذا سؤال وجيه وجوهري أظن أن هناك تحديات أساسية أولا هو لوجيستيكي لأنه قد يكون متراكب معقد وقد يكون مكلف خاصة عندما نتكلم عن الموارد وهناك بعض الموارد التي يمكننا أن نديرها بطريقة معقولة خاصة عندما نأخذ بعين اعتبار بعض المراحل المشاورات وخاصة عندما ندخل بعض الهيئات بعض اللجان الأمن القومي بعض طبعا الإدارات التي يمكن أن نستشير بها بعض مثلا الوكالات بعض الهيئات الهيئات التي يمكن أن ندخلها في مسألة الاستشارات مثلا في النقاشات الوطنية التي تجمع كثير من الأشخاص هناك كثير من الوسائل التي يمكننا أن نستعملها من أجل أن نتأكد من أن الاستشارات كلها تدمج الموارد بعينها والتحديد أو التحديات التحدي الأساسي الذي يمكننا أن نواجه هو أن قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين هم يسيطرون على الأمور الذين قد يعتقدون أن مسألة أو مرحلة المشاورات أو الاستشارات غير ضرورية وأنها لا تزيد إلى شرعية المسار ولا يرون مثلا هؤلاء الأشخاص الذين لديهم قدرة السيطرة لا يعتقدون أن هذا ضروري أن الاستشارة ضرورية لتوصل إلى مثلا التسوية وإلى توافق وعلى مستوى شامل لا يرون مثلا أن مسألة الاستشارات هي فرصة لتغيير بعض السلوكات المجتمعية وبعض السلوكات العمل التي قد تضر بالأمن القومي فهذا قد يحصل في جهاز الدمقرة الديمقراطية وقد تكون هناك مجتمعات لا ترى أن الأمن القومي هو مسار مدمج ولكن المهم هو أن نعطي الفرصة لتسوية الأراء ولطبعا توافق الأراء فهذا مهم جدا هذه قد تكون بعض الصعوبات التي نواجهها في مسار سياغة استراتيجية الأمن القومي أظن أن هذا قد يحصل كما قلت شكرا جزيلا لهذا التدخل الوجيه بالنسبة للمشاركين أنا أود أن أشجعكم على أن تدرسوا الحالتين الحالتين التي تعطي غنى من المعلومات حالة نيجير وجنوب السودان كنت أود أن أشكركم وأشكرك على هذا التدخل باسم مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية إذن شكرا جزيلا لإعطاء رأيكم بهذا الموضوع خاصة بالنسبة للصياغة وبنسبة للمشاهدة والإستشارات والمراجعة شكرا الدكتور بيتر على تدخلك والدكتورة فيرلي وأيضا سيد العقيد شكرا شكرا